الخاطر ستينة الشريرة فكلميه معنا عن المسلسلات ونرمضان والنجاح وردود الفعل عن المسلسلات أولاً مبدأين أنا بشكر شركتنا المتحدة مش نفق ومش حركة أنا معروف عني أن أنا قطر وهابلو ما معرفش أكد حقيقة في أي حاجة والله فلوعمل شغلي كده على جنب لكن هم ألقوا الضوء فعلاً على شغلنا وأن مثلاً برنامج محترم زيك وعلمية محترمة زيك ويصروا ويجيبوك ويعملوا لك ريبورتات يعني ناس بتدي الناس حقها الحمد لله أنا متفقلة أننا هناخد حقنا أنا وزي كتير يعني فبالنسبة لأعمالين دولت والحمد لله ده طبيعتي يعني محمد العدل بوجيه له الشكر برضو هنا كمان منذ العدل أصر علي في عمر الندر ونكنت شعرف على فكرة أنا عمري ما قلت لحد عندك شغل إيه ولا بعرف في إيه ما بسأليش على شغل حاجة بجيلك لغاية عمري عندي قناعة إن في ملايكة فوق بتطبخ وكل واحد بينزله طبقه رديتي سح هيبريكلك فيه ما رديتيش أنا برضا فبيروحي الدور حتى لقد كده بوم ربنا شكرا يا رب فعني عايزة أقول لحضرتك إن مش بختار عندك مثلا حاجات إيه أبو حاجات ده أنا بقول كلام عادي وأنا قلت بسا الجمهور هيقول إيه دي تخنب دي كبرت دي كشكشك لأ هم شايفينك حلوة بيتحقوا على كلامك دي أنا شايفة نفسي حاجة صعبة برضو محمد ثاني نفس الحكاية أدحكك بقى لأستاذ محمد ثاني أنا وعرفوش أول مرة اشتغل معاه فجاء قال لي قلت له يعني أنت بتكتب وإنت اللي كاتب تب جايبني ليه في حاجة صغيرة قدفت شرفه بتاعه قدام أنت اللي كاتب ومصر علي بيكلمني من الصف عشانه جمضي لأ هي فريدة عوضر يا سيدي هي فريدة جيت لك قال لي بصي أنا كنت تعايز حد محترم كده زي أنا بقوله ما هزقش نفسه تقيل كده قلت له يعني أنت جايبني تزاني أقول لي قاعد يضعك قال لي لأ والله قال لي لأ والله